اشتركوا في القناة وقد تميزت هذه الحضارة المصرية القديمة بفن العمارة والنحت والنقش والكتابة وتعتبر الأهرامات من أهم الشواهد على قدرات المصريين القدماء التنظيمية والإدارية فقد بني هرم خوف الأكبر من 2.3 مليون قطعة من الحجر يتراوح وزن كل منها ما بين 1.5 و2 طن كمستقدمة في البناء ما يقارب من 100 ألف عامل والمدة 20 عام فهذا الإنجاز الفني الجبار احتاج دون شك إلى قدرات إدارية متقدمة في التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة فقد استخدم المصريون في بناء أهراماتهم كل من التخطيط القصير الأجال والطويل الأجل في تحديد عدد الحجارة اللازمة للبناء وحجم كل منها والمكان المحدد له في البناء فكان العمل في المحاجر يتم في فصلي الشتاء والربيع حيث يتم قطع الحجارة وتشديبها تبعاً للمقاييس المطلوبة وبدقة عالية ثم تحديد أسطحها وتنعيمها وبعلامات مميزة ثم تنتقل هذه الحجارة في موسم فيضان النيل وذلك لاستخدام قوة مياه نهر النيل في نقل هذه الحجارة والإقلال من النقل البري هذا بالإضافة إلى مشاكل صيانة القوى العاملة من حيث المأكل والمشرب والمأوى ومشاكل التنسيق بين أفراد هذا العدد المذهل من البشر ولذلك ظهرت مدن العمال ومصانع العمال كدليل على تطور علم الإدارة في الحضارة المصرية القديمة وتدل كتابات ملوك المصريين القدماء على فلسفة إدارية متفتحة لا تقل عما نعهده في عصرنا الحديث ففي إحدى كتابات الملك بتاع حوتب سنة 2000 قبل الميلاد لابنه يقول إن كنت قائدا تدير شؤون الجماهير عليك أن تبحث وتنقب بنفسك عن كل عمل صالح حتى يتحرر الأمر من كل عيب إن فعل الخير عظيم دائم الأثر أما فعل الشر فلن يجديك فتيلة وإذا كنت ممن يتقدم الناس إليهم بالالتماسات فكن هادئ النفس لتستمع إلى ما عسى يقوله صاحب الالتماس لا توجه إليه لوبا قبل أن يفرق ما في صدره ويذكر ما أتى من أجره وليس من الضروري أن تجيبه إلى ما يتمسه لكن حسن استماعك إليه من شأنه أن يريح قلبه لاحظوا هذه النصيحة الآلية من بتاع حوتب التي تدل على فهم إداري عميق وتدل على قيادة واعية وإذا دلت نصيحة حوتب لابنه على شيء فإنها تدل على ضرورة التقصي والتنقيب والبحث والوصول إلى الرأي الصواب وكذلك تدل على الحلم والتأني والاستماعي المظلوم وحسن معاملة أفراد الجمهور وعدم اللوم دون وجه حق إن كتابات المصريين زخرت بالكثير من مظاهر العلوم الإدارية في كتابات أخرى نرى أن قدماء المصريين أدركوا مفهوم السلطة والمسؤولية بمعناه الحديث فأخذوا بتحديد الوظائف وترصيفها حتى لا تختلط السلطات وتضيع المسؤوليات كما عرفوا ضرر التحيز والمحسوبية والغضب دون وجه حق وضرورة الاستشارة وأهمية الأخذ برأي المستشارين العظماء وأهمية تقديم الالتماس إلى الملك أو الحاكم مكتوبا وعليه يحدد موعد للمقابلة وأهمية الحفاظ على الحرف وتطويرها وتجدر الإشارة إلى أن قدماء المصريين مارسوا الحكم المركزي واللا مركزي في إدارة مملكاتهم ففي الفترة ما بين 2160 إلى 1790 قبل الميلاد تمتعت مصر بدرجة عالية من الحكم اللامركزي حيث كانت تتكون المملكة من دويلات صغيرة لا ترتبط بالحكومة المركزية سوى بدفع حصتها من الضرائب إلا أن تمرد بعض أمراء هذه الدويلات وتخاذلهم في مسؤولياته انتجاه الحكومة المركزية دفعت بالفرعون إلى إعادة ترتيب السلطة بالاستيلاء العسكري على هذه الدويلات وتعيين أمراء يدينون له مباشرة